هلأ أبدأ نحكي شوية عن الأغنية المغربية لأنه هي حقيقةً كتير تريند بالوطع العربي هلأ في شي مشاعرية تانية ناكس مغربية كمان؟ فيه 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 عندي عندي أغنية تانية بحضر لها وممكن هتنرل مش دلوقتي ممكن على على بداية أغسط إن شاء الله نكون خلصتها بس أنا دلوقتي أعمل بعمل شوية السرشات الأخيرة بتاعتها بس إن شاء الله على أول أغسط هم نسي بس أنا أغنية عندي من فترة طويلة بس أنا بعيد تاني استياغتها من جديد يعني أنا والملاحن محسن انتظاف نشتغل عليها بحيث أنه نعمل لها من جديد طيب سميرة فيه يعني قبل ما أسألك عن الشغلات اللي عم بتصير حولينا بس كمان لما أنت بتطلع بهيكلك متل ما أنا شايفين وبأغاني جديدة ليه ليه يعني بعرف إنه ما بتلاقي كتير انتقاد والناس متوقعين منك الجديد بس ليش الناس ما بتنتقدك بتحسي يعني ليش ما بيقولوا شوفوا شو عاملة عرفتي يعني يجوالي بيتقبلوا دايما الأغاني الجديدة منك الإقاعات الجديدة اللوك الجديد بيتقبلوا منك ليه ليه من سميرة بيتقبلوا بينما ممكن مع مغنية تانية ما يتقبلوا لأن الموضوع مش جديد بالنسبة لي يعني يعني الموضوع ده تاريخ من الحاجات مختلفة يعني فدايما بيبقى متوقعين كل مرة هيبقى حاجة مختلفة فهو ده ليه تاريخ مع الناس كبير أوي في كل حاجة سواء كان حتى في المضمون بتاع الأغاني اللي بقدمها طول الوقت بحاول عمل حاجات مختلفة يعني الموضوعات مختلفة شكل مذيكة مختلفة فيها جرأة فيها اختلاف فيها خروج على المقلوب وده وده ده الشالنج اللي عندي دي المغامرة السنية الحقيقة اللي بأخذها في كل مرة يعني صح بس بتعرفي وده لي بالنسبة لي أنا المحفز يعني عارف يعني روحاتت أنا بغني زي ما غنيت ولم بقدي نفس الأغنية اللي غنيتها من من سنين طويلة وخلي بالك أن أنا كمان يعني يعني احتراف تقريباً أربعين سنة فأربعين سنة يعني كم من الأغاني وكم من المراحل وكم من الأشكال الغنائية وكم من الأفكار الكلام فكتير يعني مسيرة طويلة فأنا لو غنيت زي أنا من عشرين سنة أو ثلاثين سنة فأحسن لي أبطر يعني بالآخر يعني وفين المغامرة وفين التحدي وفين فأنا رايحة للمغامرة لغاية تأخر يوم أفكر فيه أتوقف عن رموية طيب سميرة أنا عندي كمان تحليل تاني أنه أنت يعني معظم الناس بتحبك فما رح ينتقدوك لأنه بيتقبلوا منك لأنه بحبوك لأنه أنت أول شي لعندك مشاكل لا بتدخلي بحدا يعني أنت من الناس يشتغلوا بصمت بأد منتاج فني أنت معي أنا معاك وأنك أنت بتقول أنا ما قدرش أقول كده عن نفسي أنا بكلم عن شغلي بس إنما على الكلم الإنسانية الحمد لله الحمد لله الحمد لله بقالت ثلاث مرات أنه على قد ما قدرت أن حاولت أنه يعني تكون مسيرة الفنية لحد كبير نظيفة وما فيهاش أي معارك من أي شكل من الأشكال الحمد لله دي أكتر حاجة أنا بفتخر بيها يعني مرتين كنت قلت كده سميرة دايماً كتير حلو تكوني معنا